قصص من حياة الصالحين فقالوا يا أبا عبد الله الغداء فنزل وأكل معهم وقرأ قول الله تعالى إنه لا يحب المستكبرين ثم قال لهم قد أجبتكم فأجيبوني فانطلقوا فلما أتى المنزل قال يا رباب أخرجي ما كنت تدخرين مر بشر الحافي ببعض الناس فقالوا هذا الرجل لا ينام الليل كله ولا يفطر إلا في كل ثلاثة أيام مرة فبكى بشر الحافي فقيل له في ذلك فقال إني لا أذكر أني سهرت ليلة كاملة ولا أني صمت يوما ولم أفطر من ليلته ولكن الله سبحانه وتعالى يلقي في القلوب أكثر مما يفعله العبد لطفا منه وكرما سبحانه وتعالى عن جعفر بن زيدن العبدي قال مر رجل بمجلس فأثني عليه خيرا فلما جاوزهم قال اللهم إن هؤلاء لم يعرفوني وأنت تعرفوني اللهم سترا جميلا واجعل يا ربنا تحت الستر ما يرضيك عني باع عبد الله بن عتبة بن مسعود أرضا بثمانين ألفا فقيل له لو اتخذت لولدك من هذا المال ذخرا فقال أنا أجعل هذا المال ذخرا عند الله تعالى وأجعل الله جل في علاه ذخرا لولدي وقسم المال في وجوه البر والخير عرض محمد بن الجهم داره للبيع بخمسين ألف درهم فلما حضروا ليشتروا قال بكم تشترون مني جوار سعيد بن العاص فقالوا له أو يباع الجوار قال وكيف لا يباع جوار من إذا سألته أعطاك وإن سكت عنه ابتدأك وإن أسأت إليه أحسن إليك فبلغ ذلك سعيدا فوجه إليه بمئة ألف درهم وقال أمسك دارك عليك عن جعفر بن عمر قال كنا فئة من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن آباءنا قد سبقونا بالهجرة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فهلموا نجتهد في العبادة لعلنا ندرك فضائلهم منهم أو كما قال قال عبد الله بن الزبير ومحمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن طلحة ومحمد بن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال فجتهدنا في العبادة بالليل والنهار وأدركنا تميما الداري شيخا فما قمنا له ولا قعدنا في طول الصلاة والمعنى أي ما استطعنا مجاراته في طول صلاته مع كبر سنه عن ثابت البناني أن صلة بن أشيم كان في مغزا له ومعه ابن له فقال أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسيبك فحمل فقاتل حتى قتل رحمه الله تعالى ثم تقدم هو فقتل فاجتمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت يا معشر النساء إن كنتن جئتن لتهنينني فمرحبا وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعنا تصحبكن السلامة ورفع إنسان إلى يحيى بن خالد بن برمك قصة يقول فيها إنه قد مات رجل تاجر غريب وقد خل فجارية حسناء وولدا رضيعا ومالا كثيرا وأنت أحق بهذا فكتب يحيى على رأس القصة أما الرجل فرحمه الله وأما الجارية فصانها الله وأما الطفل فرعاه الله وأما المال فثمره الله وأما الساعي إلينا بذلك فهداه الله وغفر له عن حميد بن هلال قال كان منا رجل يقال له الأسود بن كلثوم وكان إذا مشى لا يجاوز بصره قدمه وكان يمر وفي الجدار يومئذ قصر بالنسوة فإذا رأينه راعهن ثم يقل كلا إنه أسود بن كلثوم فلما تجهز غازيا قال اللهم إن نفسي هذه تزعم في الرخاء أنها تحب لقاءك فإن كانت صادقة فارزقها ذلك وإن كانت كارهة قال إسماعيل فاحملها عليه وقال مرة فارزقها ذلك وإن كرهت وأطعم لحمي سباعا وطيرا فانطلق في جبل فدخلوا حائطا فنزل بهم العدو فجاءوا فأخذوا بثلمة في الحائط فنزل الأسود عن فرس فضربها حتى غارت فخرجت وأتى الماء ثم توضأ وصلى قال يقول العجم هكذا استسلام العرب إذا استسلموا ثم تقدم فقاتل حتى قتل رحمه الله قال فمر عظيم الجيش بعد ذلك بذلك الحائط فقيل لأخيه لو دخلت فنظرت ما بقي من عظام أخيك ولحمه قال لا دعا أخي بدعاء فاستجيب له فلست أعرض في شيء من ذلك والله إنه لصادق وإن الله قد صدقه قدم سليمان بن عبد الملك المدينة وعمر بن عبد العزيز عامله عليها قال فصلى بالناس الظهر ثم فتح باب المقصورة وقد استند إلى المحراب واستقبل الناس بوجهه فنظر إلى صفوان بن سليم الزهري عن غير معرفة فقال يا عمر من هذا ما رأيت سمتا أحسن منه قال يا أمير المؤمنين هذا صفوان بن سليم قال يا غلام كيس فيه خمسمائة دينار فأتى به فقال لخادمه ترى هذا الرجل القائم يصلي فوصفه للغلام حتى أثبته قال فخرج الغلام بالكيس حتى جلس إلى صفوان فلما نظر صفوان إليه ركع وسجد ثم سلم فأقبل عليه وقال ما حاجتك قال أمرني أمير المؤمنين وهو ذا ينظر إليك وإلي أن أدفع إليك هذا الكيس ويقول لك استعن بهذه على زمانك وعلى عيالك فقال صفوان للغلام ليس أنا الذي أرسلت إليه قال الغلام ألست صفوان بن سليم قال بلى أنا صفوان بن سليم قال فإليك أرسلت قال اذهب فاستثبت فإذا تأكدت فهلم فقال الغلام أمسك الكيس معك وأذهب أنا قال لا إذا أمسكت فقد أخذت ولكن اذهب واستثبت وأنا ها هنا جالس فولى الغلام وأخذ صفوان عليه وخرج فلم يرى بها حتى خرج سليمان من المدينة عن شعيب بن حرب قال دخلت على مالك بن مغلول وهو في داره بالكوفة فقلت أما تستوحش في هذه الدار فقال ما كنت أظن أحدا يستوحش مع الله عز وجل قال الشيخ أبو سليمان الخطابي والله ما أشرف هذه المنزلة وأعلى هذه الدرجة وأعظم هذه الموهبة إنما لا يستوحش مع الله من عمر قلبه بحبه وأنس بذكره وألف مناجاته بسره وشغل به عن غيره فهو مستأنس بالوحدة مغتبط بالخلوة جاء عطاء بن أبي رباح إلى سدة سليمان بن عبد الملك فجعل يقع قع الحلقة فقال سليمان بن عبد الملك افتحوا له وتزحزح له عن مجلسه فقال أصلحك الله احفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبناء المهاجرين والأنصار قال أصنع بهم ماذا؟ قال انظر في أرزاقهم قال ثم ماذا؟ قال أهل البادية تفقد أمورهم فإنهم مادة العرب قال ثم ماذا؟ قال ذمة المسلمين تفقد أمورهم وخفف عنهم من خراجهم فإنهم عون لك على عدو الله وعدوهم قال ثم ماذا؟ قال أهل الثغور تفقدهم فإنه يدفع بهم عن هذه الأمة قال ثم ماذا؟ قال يصلح الله أمير المؤمنين فلما ولى قال هذا والله الشرف الحق وهذا والله السؤدد الحق والله لكأنما معه ملكان ما أقدر أن أراجعه في شيء سألني إياه ولو سألني أن أتزحزح عن هذا المجلس لغيري لفعلت دخل محمد بن أبي علقمة على عبد الملك بن مروان فقال له من سيد الناس بالبصرة؟ قال الحسن قال بما؟ قال استغنى عما في أيدينا من الدنيا وافتقرنا إلى ما عنده من العلم قال صفه لي فقال آخذ الناس لما أمر به وأتركهم لما نهى عنه يعني أنه أكثر الناس التزاما بما به أمر وانتهاءا عما عنه نهى لما وقعت الفتنة بالبصرة رضوا بالحسن فاجتمعوا عليه وبعثوا إليه فلما أقبل قاموا فقال يزيد بن المهلب كاد العلماء يكونون أربابا أما ترون كيف قام له سادة العرب حكي أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى مر بسوق البصرة فاجتمع الناس إليه فقالوا يا أبا إسحاق ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا قال لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء عرفتم الله ولم تؤدوا حقه وزعمتم أنكم تحبون رسوله وتركتم سنته وقرأتم القرآن ولم تعملوا به وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له واشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم وقال بعضهم في هذا المعنى نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب يروى أنه كان بين سعد بن أبي وقاص وبين خالد بن الوليد رضي الله عنهما كلام فذهب رجل ليقع في خالد عند سعد فقال مه إنما بيننا لم يبلغ ديننا كان بميا فارقين بائع يعرف بأبي نصر بن جري واسع المعيشة فرفع إلى نصر الدولة بن مروان أنه تحصل له من دلالة المقايضة في ليلة واحدة عشرون ألف درهم فأحضره وسأله عما ورد إليه فقال كذب الواشي أيها الأمير إنما كانت عشرين ألف دينار وهي خدمة مني للمولى فضل يعني ولده وهو قائم على رأسه فقال معاذ الله بل نوفر عليك وأحمد الله على أن حصل لتاجر من رعيتي في ليلة واحدة من الدلالة مثل هذا المال ثم إن البائع المذكور قال له أيها الأمير أنا كثير المال واسع الحال وقد جمعت شيئا أعددته لعمل مصلحة إن أعنتني عليها وأذنت لي فيها قال وما هي قال أن أسوق الماء من الجبل إلى البلد وأنقب لي خرقا في السوق قال وما يصنع بدور الناس ومجازه فيها قال أشتري كل دار تكون مجازا للماء فإن لم يبعنيها صاحبها أجريت له الماء في داره فأذن له وأخرج مئة ألف دينار عمل بها هذه المصلحة وأجر الماء إلى المسجد الجامع والأسواق والآدر كان سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص ذا نخوة وهمة قيل له عند الموت إن المريض ليستريح إلى الأنين وإلى أن يصف ما به للطبيب فقال فوالله إنه لجزع وعار ووالله لا سمع الله مني أنينا فأكون عنده جزوعا وأما صفة ما بي للطبيب فوالله لا يحكم غير الله في نفسي فإن شاء قبضها وإن شاء وهبها ومن بها فهو المتفضل في الأولى والآخرة وهو الكريم صاحب الجميل كان أوس بن حارثة بن لأمن الطائي سيدا شريفا فوفد هو وحاتم بن عبد الله الطائي على عمر بن عبد الملك وأبوه المنذر بن ماء السماء فدعا أوسا فقال أنت أفضل أم حاتم فقال أبيت اللعن لو ملكني حاتم وولدي ولحمي لو هبنا في غدات واحدة ثم دعا حاتما فقال أنت أفضل أم أوس فقال أبيت اللعن إنما ذكرت بأوس ولا أحد ولده أفضل مني ترجمة نانسي قنقر